من القاهرة دكتور أيمن سمير الباحة في العلاقات الدولية أهلا بك دكتور بداية ما دلالت تصريحات أبو الغيت هل هي مقدمة لاتخاذ إجراءات معينة أو موقف واضح من جامعة أدول العربية حيال هذه السياسات التركية في المنطقة أولا مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين في تقديري كلام الأمين العام لجامعة الدول العربية هو توصيف لواقع لأن أردوغان استطاع بالفعل أن يحول تركيا من دولة صفر أعداء إلى دولة صفر أصدقاء دولة تعادي الجميع تعادي ليس فقط دول صغيرة ومتوسطة مثل قبرص واليونان لكنها تعادي دول كبيرة مثل روسيا والصين الجميع يعلم أن تركيا تدعم الجماعات الانفصالية في إقليم جيونج جينج في تركستان الشرقية في أقصى غرب الصين أن الرئيس أردوغان يسعى لإلغاء اتفاقية مونترو 1936 والمتعلقة بالمضايق التركية وبالتالي يريد خنق كل الدول المطلة على البحر الأسود بما فيها التجارة الروسية وهذا لا يمكن أبدا أن تقبلها روسيا ما يجري الآن من نقل الإرهابيين والمرتزقة من ليبيا وسوريا إلى منطقة جنوب القوقاز ما بين أرمينيا وأزربيجان هذا يهدد كل أمن القومي لمنطقة القوقاز بالكامل نهيك عن ما يحدث في شرق المتوسط مع اليونان وقبرص واحتلال مساحات كبيرة من شمال العراق وصولا إلى منطقة بعشيقة بعمق 130 كيلومتر جنوب الحدود التركية بالإضافة إلى محاولة تتريك كل شمال وشمال شرق سوريا بعمق يصل إلى حوالي 30 كيلومتر كل هذا الأمر لا تستطيع أن تقوم به الدول الكبرى والدول العظمى المعروفة أن نهايات الامبراطوريات الكبيرة انتهت عندما توسعت بأكثر من طاقتها وهنا هو السؤال يا دكتور أيمن على ما تعول تركيا من جراء هذه السياسات الخارجية التي تعتمد على المشاكل مع دول الجوار والمنطقة ولماذا تصر على الاستمرار في هذه السياسة هي تعول على مجموعة من الأسباب أولا هي تعتقد أن خلق المشاكل في الخارج ربما يشغل الداخل التركي عن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المواطن التركي من زيادة التضخم وارتفاع نصب البطالة وانخفاض قيمة الليرة بشكل كبير جدا والهجرة العكسية للاستثمارات والتي تخرج الآن من تركيا عودة إلى أوروبا وإلى الدول الأخرى يريد أردوغان من خلال المشاكل الخارجية والتدخل في المشاكل الخارجية أن يصرف نظر المواطن التركي عن هذا الأمر لكن في ذات الوقت هو بيعتقد أن هناك فرصة سانحة لتحقيق هذه الأوهام العثمانية والوطن الأزرق وما إلى ذلك لماذا؟ كما نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في مقال نشراته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في عدد مايو 2010 من مجلة الفورنبوليسي عن سياسة تسمى الاستدارة شرقا بمعنى أن الوات المتحدة الأمريكية لم تعد تهتم كثيرا بالشرق الأوسط وقالت هيلاري كلينتون في هذا المقال الذي يؤسس للسياسة الأمريكية الحالية أن الوات المتحدة الأمريكية ربما تترك الشرق الأوسط إلى حلفائها الأطلنطيين هنا أدركت تركي أو شعرت أو تمنت أن تكون من ضمن الأطلنطيين أو دول حلف الأطلنطي التي تستطيع أن تملأ هذا الفراغ في المنطقة وتستفيد وبالتالي بدأت تتدخل هنا وهناك الأمر الآخر ما حدث في 2011 مما يسمى بالربيع العربي وتفكك بعض الدول وإضعاف النظم العربية وبالتالي شعرت تركيا أنها أيضا فرصة للتدخل وكذب النفوذ نفس الأمر يتعلق بمحاولة تركيا اللعب على المتناقضات سواء الخلاف ما بين ضفتي الأطلنطي بين الولايات المتحدة الأمريكية والجناح الأوروبي في حلف الناتو أو الخلاف ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بتعتقد تركيا أو بتعاول تركيا على أن مثل هذه التناقضات والخلافات ربما تخلق لها مساحة يمكن العمل فيها والحصول فيها على مكاسب لكن كما قال الأمين العام لجماعة الدول العربية أنا في تصوري كل هذا سوف يرتد على تركيا وهذا هو السؤال كيف سيرتد كل هذا على تركيا هل نتوقع في حالة الغضب الآن من المجتمع الدولي من تركيا أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة بالفعل لردعها عن الاستمرار في سياسة تدخل في دول المنطقة يعني أولا لآخر ملف تدخلت فيه تركيا هو ملف ناجورنو كارباخ مجلس الأمن القومي الروسي اجتمع أول أمس وفي تصوري روسيا لديها خط أحمر فيما يتعلق بهذه النقطة إذا ما ذهبنا إلى شرق المتوسط الاتحاد الأوروبي رسم خط أحمر لتركيا وقال إن لم تسحب سفونها الخاصة بالمسح الزلزالي وغيرها سوف تتعرض لعقوبات كبيرة وبالتالي قامت تركيا بسحب إحدى سفونها كنوع من استراحة المحارب أو نوع من التراجع نفس الأمر حتى في ليبيا عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي برسم الخط الأحمر الجفرة سيرت ماذا فعل أردوغان توقف وبالتالي تركيا تريد أفعال وليس أقوال هذا ما قاله الرئيس ماكرو قال الأترك لا يعرفون معنى الأفعال إلا الأفعال لذلك أرسل حاملة طائرات شارلي دوغول قام بالتدريبات العسكرية مع قبرص واليونان وبالتالي تراجعت تركيا تركيا ربما تحاول في مرحلة ما جس عصاب الآخرين إذا ما شعت أن هناك نوع من الخوف أو نوع من عدم الإرادة السياسية لدى الآخرين تتمادى لكن عندما تكون هناك خطوط حمراء من الأطراف الأخرى تتراجع تركيا وهذا واضح جدا سواء في القوقاز أو في شرق المتوسط أو في ليبيا أو في أي مكان آخر دكتور أيمن سمير الباحث في العلاقات الدولية من القاهرة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر